هتلاقي انه النهاردة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل في مدينة العالمين الجديدة الفريق اول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني فخامة الرئيس السيسي اكد خلال هذا اللقاء الهام موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان ودعم امنه واستقراره ووحدة وسلامة اراضيه وحطه تحت دي بعد اذن حضراتك ملايين الخطوط وحدة وسلامة اراضيه خصوصا في ظل الظروف الدقيقة الراهنة اللي بتمر بيها السودان الشقيق اخذا في الاعتبار هنا الرئيس يأخذ في الاعتبار الروابط الازالية شبه هنا وصف الرئيس للرابطة ما بين مصر والسودان بانها روابط ازالية ومصلحة استراتيجية مشتركة بتجمع ما بين البلدين الشقيقين طيب تعال اخذك على الفريق اول عبدالفتاح البرهان الايه الفريق اول عبدالفتاح البرهان اعرب عن تقديره البالغ للعلاقات الاخوية المتينة ما بين البلدين الشقيقين واشاد بالمسندة المصرية الصادقة على حد وصفه وعلى حد تعبيره وبالمناسبة كلمة الصادقة ايضا حط تحتها ملايين الخطوط للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل منعطف تاريخي يمر بيه السودان الشقيق خصوصا من خلال حسن استقبال المواطنين السودانيين في مصر وده كلام الفريق اول عبدالفتاح البرهان كمان اعرب في نفس ذات الاطار عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر في المنطقة وفي القارة الافريقية اللقاء يا سادة يا كرام شاهد بالفعل امور شديدة الامية منها استعراض واولها طبعا تطورات الاوضاع في السودان التشاور حول الجهود الرامية لتسوية الازمة حفاظا على سلامة وامن السودان الشقيق بالطريقة اللي تحافظ على السيادة والوحدة والتماسك للدولة السودانية بما يصون مصالح الشعب السوداني وتطلعاته نحو المستقبل اشتركوا في القناة